هل دي حاجة تردرب يعني هل الحاجة دي الحاجة دي اللي انا عايز اقولها فيه حيبقى فيه عمار بينك وبين ربنا هل ربنا حيوقف معك ما اعتقدش ما حدش يرجع وقل لي كوبر خدنا من حتة الحتة احنا كنا في صورة وكنا في الدنيا خد خربانا متقعدش تعمل لي بقى انت عالمي من فلسف وتقل لي كوبر ومش كوبر وتقعد تقل لي كوبر كنا احنا فين وبقينا فين انت حسن شحاتة لما لعبت في كلاس العلم للقارات شفت كان منظرك ازاي ولعبت مع البرازيل ازاي وفصة الاطالية ازاي وعملت مع امريكا ازاي انت للا شكل ولا لون ولا طعم ولا ريحة انت حتى الدفاع مش عارف تدافع للاسف نفس الطريقة بلعب اخر مهاجم بيرجع يدافع واخر مدافع مبروحش قدام حاجة بصراحة الواحد والله يا جماعة يعني نفسه مش قادر يتكلم محبط نفسيا لي لان الواحد بيتكلم مع الناس الغلابة اللي في الشارع الناس اللي بتقعد على الكافهات مش الناس اللي بتسافر والناس اللي بتقعد مش عايزين اتطرق لحاجات تانية يعني احنا من وصل احنا احنا بيتكلم من الناحية دي مع الناس الغلابة بتكلم بلسان الناس الغلابة اللي مش عاجبه وكلام اللي ما تفرجش علي ده اللي انا هميني بتكلم باسم الناس الغلابة اللي هي بتقعد معايا وبتتفرج معايا وبتشوف اللي بيحصل ايه بنقعد على الشاشة وبنتفرج مع بعض ده اللي بيحصل لعيبة كتير جدا ده زنبها اللي هو اللي حصل لمنتخب مصري اللي هو يعتبر تقييم الخبرة ان اسوأ منتخب في الـ 32 فريق منتخب المصري هو ده سبب اللي حصل والله ده السبب حسين الشحات ما يتخدش احسن لاعب مصري احسن لاعب في الدول اللي مراتي ما يتخدش وكان هداف الدول في مصري قبل ما يمشي ما يتخدوش ليه مش احسن من وردة اللي بتلعبوا على يمين مش احسن من ربضان صبحي طب واحد زي والسه اللي ما تخدوش ليه مش كان بديل مناسب لصلاح ولا مش مؤمن زكريا بصراحة يعني محمود عبد العزيز احمد جمعة ما تخدش ليه احمد جمعة رأس حربة بدل ما انت لعب مروام محصن ليس انا ملعبش ايه ده واخد رأس حربة واحد طب انت رايح تعمل